في العاصمة الإدارية انطلقت الاجتماعات التحضيرية لخبراء الاجتماع الثاني عشر لللجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن الإفريقية التي تستضيفها جمهورية مصر العربية لأول مرة وتستمر اجتماعات الخبراء على مدار ثلاثة أيام وتتضمن العديد من الجلسات لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالدفاع والأمن والسلام بقارة إفريقيا تأتي تلك الاجتماعات في إطار الجهود السياسية لأحلال الأمن والسلام والتنمية بقارة إفريقيا خاصة مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الافريقي حيث تهدف الاجتماعات إلى تحقيق الاتحاد في القرارات لإيقاف أي تهديدات أو عدائيات تواجه قارة افريقيا